انطلاقا من باب سيادة القانون واستقلالية القضاء الفلسطيني وبناء مؤسسات قائمة على احترامه وتحت شعار النيابة العامة وحارسة العدالة عقدت النيابة العامة مؤتمرها السنوي الثامن في مدينة بيت لحم بمشاركة عربية ودولية بهدف نقل التجارب في هذا القطاع والنهود به من خلال التطرق لعدة محاور كان اهمها تفعيل دور التعاون الجنائي الدولي لاسيما بعد انضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الجنائية الانتربول العام الماضي من ما يقارب خمسة الى عشرين دولة كانت مشاركة في هذا المؤتمر قاموا بتقديم اوراق عمل من خلال المحاور للتركيز على تبادل الخبرة والاطلاع على التجارب التي تمت في هذه الدول للبناء عليها بالنسبة للنيابة العامة الفلسطينية نحن في هذا المؤتمر نتحدث عن سيادة القانون في العادة التي نطبقها على انفسنا ولا نجد من يطبق علينا سيما للاخوة الاشقاء في فلسطين المؤتمر ايضا يأتي لدعم جهود الاخوة في فلسطين ونضالهم سواء القانوني او الاجتماعي او الثقافي في المحافظة على كيانهم كمؤسسة وطنية وكدولة قابل الحياة ان شاء الله هذا المؤتمر والذي استمر لثلاثة ايام شهد على تنوع كبير في طرح مواضيع للبحث والنقاش بين المختصين والقضاء وعرض نماذج ناجحة دوليا وعربيا في حماية الاسرى من العنف والتركيز على تحسين وتفعيل دور نيابة الاحداث المختصة في النظر في قضايا القاصرين من منهم دون سن ثامنة عشرة ومحاولة الخروج بتوصيات تقضي بتحويل الاطفال لمؤسسات ارشادية لدمجهم بالمجتمع عوضا عن احتجازهم من مصدر قانون الاحداث في تعاون مشترك بين النيابة العامة وجميع قطاعات العدالة بخصوص انفاذه وحسن تطبيقه طبعا على مستوى القضاء منذ صدور القانون تم تخصيص قضاء للاحداث وتدريبهم على هذا القانون تم انشاء محاكم اقلام مختصة وتطوير برنامج الميزان ليتناسب مع هذا القانون نظرا للمستجدات على ارض الواقع تسعى النيابة العامة الفلسطينية من خلال الاعتماد على دراسات وأوراق عمل خلال انعقاد المؤتمر لانشاء نيابة ومحكمة اقتصادية مختصة كذلك الحال مع الجرائم الإلكترونية ما يعني انشاء نيابة إلكترونية تهتم بهذه القضايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة